اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة تهنتوا بالزفداء وكشيت ثلاث دقيق وخلصوا في جنب هذه البناس كنتم تهرس البيت ديالي وبيت ديالي ضروري يكون على درجة المطبخ إلا كان عندكم في التلاجة خرجوه وديرو في المدافي وعاد خدمو به الكيك ديالكم هنا البناس كنخدم البيت ديالي مزيان ويربو حدو كنتربو مزيان وكان نضيف لي ديك مية وخمسين جرام ديال سكر سنيدة وكان عود نخدمو مزيان حسك الدولية السنيدة ديالي كان نقع بالخلط ديال الخالط ديالي مزيان كمك هتلاحظوا وانا كان هزدك قشور معي قدي القشور ليمون او الحامل كان نضيفها للعاصر ديالي وكان نحركه جيدا وكان خليه الجنب يرتاح من بعد البناس ما دبت ليها سكر سنيدة مع البيض كما كتلاحظوا ولا الخالط ديالي تطلع شوية انا كان قنضيف الزيت تدريجيا ما التحريك انا كان نضيف الزيت ديالي وكان حرك حسك نصري الكمية اللي عندي كيكة اللي ناس كثبت تحريك بزيان كيكة اللي تطلبوها مزيان انا كان نضيف الليمون ديالي او برتقال احتوه تدريجيا مع التحريك وكان نضيف كبسد الملح لتصحيح المضاق انا كان نضيف المكوينة وكان نحرق هنا ايغان نضيف دوك زوج ديال الباني نصار شي ديال الباني وكان نحرك جيدا وفي هذه الاثناء البنس كنكون نمشي على الفران بش يدخل لي مزيان سنضيف الخميرة ديالي خميات الحلويات مي عادي 16 جرام وهنا لبنا نضف تقريبا شي بلاتة الكووس ديال البقيق اذا كان نستغنى على التراب وكان نجيب شي معنقة او شي يعني شي حاجة اللي اللي نخلط بيها وكان نخلط من اللي تحت الفوق هذا يصير من نجاح الكيك وكان نخلط طيب شوية من اللي تحت الفوق كم قال هالطريقة هادي حتى قد نحصل على القاوام ديال الكيك اللي بقيق كما قلت لكم هاد الكيك هزات اليوم تلاتة الكووس ديال البقيق كاس كي وزلنا البنات تلاتة 100 جرام من بعد البنات ما حصلت على هاد القاوام اللي بريت كان هز الصحم ديالي تحت الفوق وكان نخلط خالط ديالي فوق البول سهدا سير من نجاح الكيك هزو الصحب ديالي تحت الفوق عاد خبير في المون ديالي باش الكيكا ديالي تطلع هزو الصحب ما قد تلاحظو ه هل الكيك ديالي كان بقى نخلط نحركها ونخلطها من الهواء وهنا البنات نضيف الفواكه المعارضة ونضيف صحن أو قراءة ونضيف لها 3 المعارضة ونضيفهم في القراءة ونضيف لها 3 كم ونضيفه ونضيف لها 3 كم كنضيف ثلاثة المعلقة دي الفواكه المعثلة وكنحركم زيان نحركم بعد دقيق ديالي اونشا كما كتلاحظو وكنضيف هون من فوق الكيك ديالي ومن باعة تندخل هالفورن كما كتلاحظو هاي السليسة كندخل هالفورن ليكون مشاعل من قبل ومن اللي كندخل هالفورن كنقسع هالعافية او النار حتى كنت طلال ليه وتتحمر ليه من الجوانب ومن اللي تحت وكنشاعل ليلة من فوق تتحمر وهالكيك ديالي من بعد ما خرج شامل الفورن كنتمنتنا لإعجاب ديالكم وما تنسوش تخليوا ليه التعليق زوينا وليلايك ديالكم وبصحة والراحة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة